سيد حسين يعني كلمة لمحمد توفيق علاوي لاقت الكثير من الانتقادات وطرحت العديد من التساؤلات حول كم التعهدات التي أطلقها محمد توفيق علاوي وكأنه يعني يملك عصا سحرية سيحول العراق إلى سويسرا يعني أولا قبل التعهدات هناك كلمة كانت تحمل فيها عدة نريد تفسير كل شيء في هذه الكلمة فيها شقين فيها شق يهدد البرلمان وفيها شق يهدد أيضا بأنه في حال عدم التصويت سيعود المتظاهرين بأشد وفي حال عدم التصويت بمعنى اتهام إلى مدلس النواب بأن هؤلاء هم يريدون الفوضى ولا يريدون الأصلاح طيب هل مدلس النواب يعلم أسماء الوزراء قبل التصويت عليهم؟ يفترض على مدلس النواب أن يطلع على أسماء الوزراء ويعرف سيرهم ثم أنا ذاك أنت من حقا تتكلم أنه أنت مرفقتم هذا الوزير النزيه وهذا الوزير الجيد وبعد أنت تصدر اتهامات أما أنت تصدر اتهامات مسبقة إلى أعضاء مدلس النواب وأنت اختلفت معهم في المفاوضات ومن ثم تقول يا حكومة مستقلة هذا كلام فيه ازدواجية كثيرة وفيه اتهام مسبق لا يمكن أن أحد يقبل به وبنفس الوقت يقول بأنه سوف يعود المتظاهرين بأسلوب أشد المتظاهرين أولا أنت يعني يا سيد محمد علاوي يتكلم بلسانهم لا استقائدا لهم هم لم يخرجوا بإذن منك ولم يعودوا بإشارة منك التعهدات التي ذكر سيد محمد علاوي لا يستطيع تنفيذه وهذا ما يجمع عليه الشعب العراقي حكومة وشعبا وساسة ورجال دين وعشر كلما يدركون بأنه لا يستطيع أن يمنع التدخل الخارجي في العراق ولا يستطيع ردع الميليشيات ولا يستطيع محاسبة القتلة ولا يستطيع محاسبة الفاسدين على المال العام لأنه الفساد في العراق أصبح فساد قممي وليس فقط فساد قواعد وفساد القمم بات الصح القواعد اشتركوا في القناة